اشتركوا في القناة الانتاج والمنتجين في انطلاقات الذلل المحليات الأصائل مباشرة انطلق مع هذه الاسماء ومع هذه الشعارات وتقدم مع المراكز اللولى المنطلقة في هذه اللحظات لحظات ما بعد انطلاقة كل الاسماء والشعارات على ارضية الميدان الذكية الضبي على المركز الاول في قيادة مساري هذا الشوط راشد بن سعيد بن عبير بن خليفة الحميري من يقدم الضبي على المركز الاول المركز الثاني انذار القادمة على المركز الثاني سعيد بن سالم بن سيل العامري المتابع والمقدم انطلاقات انذار على المركز الثاني المركز الثالث امطفية القادمة في هذه اللحظات امطفية لمالكها سعيد بن راشد بن دغيش هنا القادم على المركز الثالث ورابع المراكز وتابع الضبي لسعيد بن سلطان بن محمد العرياني القادم على الضبي على المركز الرابع والمركز الخامس المركز الخامس الرمق القادمة في هذه اللحظات منصور بن سيب بن خليفة الغويس السويدي المتابع لانطلاقة الرمق القادمة على المركز الخامس سادس المراكز المركز الخامس او السادس في هذه اللحظات نتابع وصول شواهين لسالم بن سعيد بن سيف الاكتبي القادم مع شواهين المركز السابع الوصول من امطفية مسلم بن سليم بن شوير بالعامري القادم على المركز السابع ثامن المراكز النصيب القادمة مبارك بن يمع بن مغير هنا القادم الاخ يلي القادم في هذه اللحظات نتابع الاسماء الواصلة لهبيبة عبد الواحد بالخزع العامري القادم مع لهبيبة وعاشرا نتابع مشكورة محمد بن عبيد بن سعيد الفلاسية القادمة على المركز العاشر هكذا هي النتيجة هكذا نتيجتنا وندان الاول مع العشر المراكز الاولى المنطلقة مشاهدين متابعين الكرام ندان الاول معول يشواط الانتاج والمنتجين للذلل المحليات الاصائل على ارضية ميدان المرموم متواجدة في انطلاقات صباحي هذا اليوم عودة الى الصدارة عودة الى هل الخوانيج بانتاجهم الفاخر ينطلقون على المركز الاول مع الضبي راشد بن سعيد بن عبيد بن خليفة الحمير ينطلق على المركز الاول وعلى الصدارة والمقدمة المركز الثاني القادمة امطفية سعيد بن راشد بن دغيش القادمة امطفية على المركز الثاني والمركز الثالث وتابع وتابع الواصلة هنا امطفية القادمة سليم بن شويرب العامرية القادمة هنا بانطلاقات امطفية ويقدم انتاج بمسلم مع هذه الانطلاقات ومع هذه التحديات على ارضية ميدان المرموم نتابع المركز الرابع رابعا انذار 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 سعيد بن سالم بن سهيل العامرية يقدم انذار على المركز الرابع المركز الخامس لا زالت الرمق القادمة الرمق منصور بن سيب بن خلفان لويس السويدية من يتابع من يقدم الرمق على المركز الخامس سادس المراكز عندك يا العرياني يا راعي الضبي على المركز السادس سعيد بن سلطان بن محمد العرياني القادم على المركز السادس وسابعا وتابع المركز السابع شواهين سالم بصعيد بن سيف هالكتفي القادم مع شواهين على المركز السابع والمركز الثامن الوصول من الهبيبة في هذه اللحظات عبد الواحد بالخزعة والعثة العامرية القادم على المركز الثامن والمركز التاسع نتابع الاسماء الواصلة والمنطلقة مشاهدينها متابعين الكرام الوصول في هذه اللحظات من قبل القدوم من قبل مشكور الواصلة محمد بن عبيد بن سعيد الفلاسية القادم مع مشكور وراعي راهي القادم بمغير القادم مع النصيب مبارك بن يمعة بن مغير الاخلي القادم على المركز العاشر هكذا هي النتيجة الثانية للعشر بعدما نعود الى الصدارة والمقدمة والمركز الاول نتابع الصدارة والمركز الاول لا زالت مع الضبي لا زالت مع الضبي على المركز الاول راشد بن سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري لا زالت هنا على المركز الاول مقدما الضبي بعد المغادرة للاربع كيلو مترات منتصف الثمانية نتابع امطفي على المركز الثاني امطفي سليم بشوير بالعامري القادم بنتاج يقدم امطفي على المركز الثاني بن دغيش الواصل في هذه اللحظات كذلك مع امطفي سعيد بن راشد بن دغيش القادم على المركز الثالث اصبح الثلاثية في هذه اللحظات مع انطلاقة شعار الحميري بملاحقة شعار بن شويرب وصول شعار بن دغيش على المركز الثالث والثلاثة كيلو مترات المتبقية عن خط النهاية حزام الغابات على يمين هذه الاسماء في هذه اللحظات نتابع المركز الرابع ننتقل الى المركز الرابع والواصل على المركز الرابع هذه انذار سعيد بن شالم بن سيل العامري القادم عن ذار المقدم انذار على المركز الرابع المركز الخامس وتابع المركز الخامس الوصول والتقدم من الرمق القادم منصور بن سيب خلفان لويس السويد القادم على المركز الخامس سادس المراك الشواهين سالم بن سيب القادم مع شواهين المقدم لشواهين وصل العرياني راعي الضبي سعيد بن سلطان بن محمد العرياني القادم العرياني المنطلق مع الضبي المركز الثامن شعار هنا القادم عبد الواحد بالخزع بالعثة العامري مع الهبيبة وصلت وتقدمت مشكورة محمد بن عبيد بن سعيد الفلاسية القادمة مع مشكورة وجبار القادمة جبارة اول لدى لجبارة محمد بن سيب بن عبد الله بن اغرير الاختباء القادمة مع جبارة هكذا هي النتيجة مشاهدين متابعين الكرام امام شاشات دبي ريسنج الحاضرة على ارضية هذا الميدان الثنين كيلومتر غادرنا في هذه اللحظات مدرج الهبوط تدريجيا الى خط النهاية الى ناموشي هذا الشوط الى المقصور الرئيسي بانت امام كل المتابعين والمراقبين والمشاركين نتابع ونراقب هل الخوانيج على المركز الاول من البداية في القيادة مع الضبي راشد بن سعيد بن عبد من خليفة الحميل من يقدم الضبي يقدم انتاجه مع اول يشواط الانتاج الحول المحليات الاصائل الذلل المنطلقة بعد انجازات في عالم الاصائل وصلت الى هذه المرحلة بعد سجلات حافلة بالانجازات في سن الحقائق واللقاية والاذاعة والثناية وصلت الى هذه المرحلة بسجلات حافلة في عالم الاصائل امطفية القادمة امطفية سليم بشويرب الحامري قادم مع امطفية يقدم انتاجه من شويرب في هذه اللحظات بمسلم المركز الثالث امطفية سعيد بن راشد بن دغيش القادم بن دغيش والقادمة على المركز الرابع الرمق القادم الرمق منصور بن زيب من خلفان لويس الشويدي القادم مع الرمق الكين الاخير يهل الانتاج والمنتجين يهل الانتاج والمنتجين اول اشواط الانتاج اول انطلاقات الانتاج من سيكون السعيد في اللحظة الاخيرة من هو الفائز بهذا الشوط شوط الانتاج شوط الانتاج والمنتجين من الانتاج فاخر نتابع الثمانمائة متر الاخيرة امطفية 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 غيرت امطفية على المركز الاول سليم بشويرب العامري من يقدم امطفية بن دغيش قادم كذلك امطفية على المركز الثاني بن دغيش وبشويرب والحميري والرمق الواصلة الرمق الرمق الواصلة والمتقد منصور منسي بن خلفان الوصول في هذه اللحظات من مساندة القادمة مساندة القادمة حمد بن عبدالله بالكينة بالكينة اللحظات الاخيرة بالكينة العامري والاربعمائة متر الاخيرة هذه مشاندة في اللحظة الاخيرة قامت ووصلت في هذه اللحظات بمساندة هذا الشعار والتاريخ وانجازات مع اللصائل ولكن الوصول كذلك من الواصل اندار سعيد بن سالم بن سيل العامري ولكن بالكينة بالكينة رعيم مشاندة مشاندة واللحظة الاخيرة شوط الانتاج المحليات اللصائل الذنل مع بالكينة مع بالكينة سلام الطوية سلام الى مدينة العين السلام تهانينة والناموس لمالك مساندة محمد بن عبدالله بالكينة العامري المركز الثاني انذار لسعيد بن سالم بن سيل العامري المركز الثالث اللي وصلتنا الظبي لراشد بسعيد بن عباب الخليفة بندغيش ع المركز الخامس سادسا مطفية لسليم بشوية رباء العامري اعود مع التوقيت الزمني مشاهدين متابعين الكرام التوقيت الزمني ثلاث عشر دقيقة اثنين وعشرين ثانية جزء واحد من الثانية وتوقيت مساندة لمحمد بن عبدالله بالكينة العامري ثانين والناموس لبالكينة على فوز مساندة بأول اشواط المحليات الذلل نتابع المركز الثاني مع التوقيت ثلاث عشر دقيقة ثلاث عشرين ستة اجزاء من الثانية هذي انذار لسعيد بن سالب بن سهيل العامري نتابع المركز الثالث اللي وصلتنا مشاهدين متابعين الكرام الضبي ثلاث عشر دقيقة ثمانية وعشرين ثلاث اجزاء من الثانية هاهي الضبي اللي احتلت المركز الثالث لراشد بن سعيد بن عبدال بن خليفة الحميري تهانينا والناموش للجميع